مرحبا برحب فيك في هذه السلسلة اللي تتعلق بطلبات تخص المؤمنين الرسول بولوس بصلي من أجل المؤمنين وأنا بدي أصلي هذه الصلاة من أجلك في هذا اليوم وبيدي إياك أنت تصليها من أجل نفسك في رسالته إلى الكنيسة في أفاسوس الأصاح الأول وفي العدد 17 بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته هذه كانت الصلاة الأولى أنه نحن نعرفه عندما هو ومثل ما هو يكشف لنا عن ذاته في العدد 18 بيقول مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته الطلبة الثانية اللي بيصليها وبيطلبها من أجل المؤمنين أولا أن تستنير عيون أذهاننا لنعلم ما هو رجاء دعوته أن تستنير عيون الأذهان العيون اللي أنت عم تطلع فيها علي وعم بتشاهد بالشاشة هذه اسمها العيون الطبيعية هذه اسمها البصر لكن الرسول بولوس عماله بيصلي من أجل عيون الأذهان العيون الداخلية وهذه اسمها البصيرة في فرق ما بين البصر وفي فرق ما بين البصيرة بالبصر أنت بتشوف بالجسد بتشوف الأمور الطبيعية اللي حواليك ولكن بالبصيرة أنت بتشوف الأمور الروحية أنت تفتح أذهانك ويفتح بصرك الروحي فترى ما يعلن الله لك بيصلي بقول مستنير عيون أذهانكم صلي معاي هذه الكلمة وقول له يا رب افتح عيون ذهني نور عيون ذهني افتح أفكاري وافتح مداركي الروحية حتى أعرفك إيش الطلبة الأولى اللي بيصليها في هذا الوقت بقول لتعلموا ما هو رجاء دعوته إلنا دعوة حقيقية نحن مدعوين كبنين وبنات للرب نحن مدعوين كعائلة للرب يسوع المسيح ما هو هذا الرجاء الرجاء يتعلق بالغد الرجاء يتعلق بالمستقبل لنا رجاء مرتبط بالأبدية عشانك بدي أشجعك في هذا اليوم إيمانك بالرب يسوع المسيح لا يرتبط فقط بعلاقات أرضية بفترة زمنية محدودة على الأرض إيمانك بالرب يسوع المسيح مرتبط بالأبدية هذا هو الرجاء الإيمان هون على الأرض فقط لما تتقابل مع الرب يسوع المسيح رح ينتهي هذا الإيمان لأنك رح تشوفه بالعيان وإنت عمالك بتعيش الآن بالإيمان بتعيش يومياً ولكن فيما يتعلق بالمستقبل أنت بتمارس الرجاء اليوم الرسول بولس عماله بصلي وأنا بدي ياك تصليها من أجل نفسك يا رب تستنير عيون أفهاني لأعلم ما هو رجاء دعوتك لي أنت مدعو إلى رجاء يدوم ويدوم حتى الأبدية لكي تصل إلى الأبدية بمعنى آخر الإيمان بيوصلك لباب السماء الرجاء يدخلك إلى داخل السماء البصيرة تفتح ذهنك وعقلك وروحك حتى تتواصل مع الله بدأ تشجعك في هذا اليوم أنك تصلي هذه الصلاة كل يوم وتصليها من قلبك وتقول له يا رب أنا محتاج أعرفك يا رب أنا محتاج أني أدرك بفكرك أنت بروحك أنت اللي بتعمل في روحي وبتعمل بفكري حتى أعرف إيش هذا هو الرجاء اللي أنت دعيني إله أنت دعيني إلى رجاء حقيقي اتمسك بالرجاء اتمسك بإيمانك بالرب يسوع المسيح لا تضيع إيمانك ولا تضيع أبديتك ورجاءك في الأبدية مقابل أي موقف صعب بيصير معاك في رجاء إلك اتمسك بهذا الرجاء تحديات كثيرة عثرات ممكن تكون صعوبات تأخير في استجابة الله لصلواتك ولكن كل هذه الأمور يجب أن لا تبعدك عن هذا الرجاء اليوم بدأ أشجعك تبتدي تردد هذه الآية احفظها معاي شاركها مع آخرين واتواصل معنا لو بنقدر نساعدك بأي طريقة في قدامك على الشاشة رح تظهر مجموعة وسائل للتواصل اختار منها المناسب إلك الأريح والأسهل حتى نقدر نساعدك تتمسك بهذا الرجاء قل له يا رب أنا اليوم بدي أبتدي حياة ورحلة من الاستنارة الروحية افتح بصيرة الروحية بصلي بركة رب تكون عليك بصلي نعمة المسيح تساعدك حتى تعيش بحياة مليانة بالاستنارة الروحية لتعرف ما هو رجاء دعوته إلك بباركك باسم الرب يسوع المسيح بستودعك إلى لقاء آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة